تعالوا نعمل الصلطة اللي حنقدمها جنبه الرايتة بتتعمل لونها أخضر يعني خيار فلفل حراء كوزبرة نعناع مع توم وملح وزبادي بتتضرب بالخلط دي الرايتة اللي بنعملها بأغلب الأوقات دي ناكلها دايما كنا في ما نطلب تعيشة في دبي ولسه أهلي في دبي فدبي ثقافة الخليج متأثرة جدا جدا بالمطبخ الهندي لسبب معروف أنه كان فيه تجارة السفن ما بين الخليج العربي وخليج الهندي وخدوا النكهات كلها البهارات دي ويعني موجود بكثرة مؤثر على المطبخ الخليجي وموجود المطبخ الهندي بكثرة فكان دايما نيجي من المطاعم مع البرياني منحط زبادي وأنا بحب أخيفه بالرايب علشان تبقاش صلطة تقيلة بعدين منحط خيار هنا مش مضروب بالخلط الرايتة التانية مضروبة بالخلط بصل أحمر طماطم ودي كانت جديدة علي الطماطم مع الزبادي بس طعمها حلو جدا وسعيب الطماطم بالمية بتاعتها هي السلطة خفيفة علشان تدينا المرأة بتحطي لها كمان فلفل حرق ولو مش حابين حرق فلفل رومي شوية كزبرة حتى بقطع العروق معها طعم العروق الكزبرة يعني من أحلى النكهة أكتر من الورق كمان نقلبها نحط شوية ملح وحابة أحط لها شوية كمون حب صحيح نقلبها وسنة اللمون لأنه الزبادي في مصر مش مزز قوي وبحب السلطة دي بقى فيها سنة مزازة نضمتها كده بقت جهزة نغرفها هي بنا إذن عملنا طبق جنيبي جنب الرز وقادي السلطة تخلين طعم الكزبرة والفلفل الحرق والطماطم والخيار مع زبادي ولمون وكمون جديدة جديدة وحاجات موجودة عندنا في البيت قادي السلطة قادي البطاطس والبرياني في اللي أنا نضف هنا برياني على نار هادية خالص طيب نشيل الحاجات